اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا موضوع الحديث كان الحديث فيه عن خطوة رفع سعر الدولار في العراق تقليل سعر الدينار في العراق هذه الخطوة التي تعتبرها الحكومة تعتبرها الكاظمي خطوة جريئة وخطوة قوية لأجل أصلاح الاقتصاد العراقي تحدثنا في الحلقة الماضية أن هذه الخطوة ستكون كارثية ستزيد أعداد الفقراء في العراق سيصبح نحو 75% من أهل العراق تحت خط الفقر لا يستطيعون تجبير يقود يومهم كل طبقة الموظفين كل طبقة العمال كلها ستسحق سحقوهم لمدة صباطع السنة رغم أن اللوم يعني يقع على الموظفين وعلى هؤلاء الذين لم يقفوا مع ثوار تشرين أبنائهم هؤلاء الشباب الراعين الذين خرجوا في ثورة تشرين لمدة سنة لم يقفوا معهم حفاظا على رواتبهم هؤلاء لكن مع ذلك هم يبقون من أهل العراق ولديهم عوائل ولديهم مبرراتهم لكن المبررات ربما لا تقبل عندما يتعلق الأمر بالبلد بحاضره مستقبل البلد وفي مواجهة هذا الفساد والخراب الذي استمر صباطع السنة من أحزاب وقوى ليس لها هم سوى سرقة العراق رهن إرادة العراق رهن استقلاله وسيادته وكل ثرواته للأجنبي وسرقة ما يبقى وتوزيعه كحصص ومحاصصات طائفية وإثنية بينهم هذا واقع الحال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي تحدث كثيرا عن الورقة البيضاء مثل ما تحدثنا في الحلقة الماضية عن هذه الورقة المظللة وخرابها وماذا يستقصدون منها قبل أن يطرح موضوع أن يكون الدولار يعني بسعر 1470 دينار لكل دولار عراقي بالنسبة لطبعا هم يقولون هذا المستفيد يعني المواطن يستطيع أن يشتريه يعني يبيعونه له والبنك المركزي يقول أن يشتري من جزارة المالية ب 1450 وأبيع المصارف ب 1460 والمصارف تبيع لشركات والمؤسسات المصرفية والمستفيد ب 1470 وفي بلد المضاربات وفي بلد الفساد والخراب وغياب الرقابة الله أعلم كم سيكون ويتفاخر وزير المالية يقول أنه لماذا أو محافظة البنك المركزي العراقي يتفاخر يقول أنه البنك الدولي كان قد طلب منا في عام 2014 أن نرفع سعر الدولار إلى 1500 دينار في عام 2014 وكأنه يتحدث الآن عن مكرمان يعني في عام 2020 جعلناه 1470 فمكرمان هذه للعراقين هكذا يتحدث من العراقين ولا يتحدث عن الفساد الذي أدى إلى هذه القضية العراق أكثر من تريليون دولار تريليون ونصف تريليون دولار بدتوها في الفساد وفي مشاريع وهمية وسرقت ودمرت العراقي لم يكسب منها شيئا عموما كنا نتحدث عن رئيس وزراء الحالي الكاظمي يقول أن النظام السياسي مبررات طرح مثل هذه الخطوة التي يعتبرها إصلاحية وجريئة وتحتاج إلى جرأة وقوة يقول النظام السياسي سينهار ونذهب إلى الفوضى كوريا الجنوبية أو سنغافورة اتخذوا قرارات صعبة واستطاعوا أن ينجحوا نعم سأقول لك أن كوريا الجنوبية وسنغافورة وكثير من الدول اتخذت قرارات جريئة ونجحت فيها لكن بعد ماذا بعد أن قضت على الفساد بعد أن أوقفت المحسوبية بعد أن كانت إرادتها خالصة بناء منها الفاو يعني مقتد الصدر يهدد كما يريد إذا لم تفعلوا كذا كذا سأتدخل أنا ولا أحد يقول له من أنت لماذا تتدخل أنت ماذا أنت رئيس وزراء أنت حكومة أنت رئيس جمهورية أنت من أنت مجرد إذا كنا نتحدث عن حزبيات فأنت مجرد مسؤول لمجموعة حزبية مسؤول لمجموعة في البرلمان ليس أكثر أما كرجل دين فالرجال الدين كثيرين في العراق إذا كنت رجل دين فكيف يمكن وهكذا ينهي التظاهرات يطالب هم لم تنهن التظاهرات للحكومة فسادة أخل أنا والحكومة تسرع لتنهن تظاهرات خوفا منه إذن لا نتحدث عن كوريا الجنوبية نتحدث عن سنغافور نتحدث عن أي تجربة لأن أي تجربة في العالم لا تشبه التجربة العراقية لم يسرق في كوريا الجنوبية أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار لم يسرق في سنغافورة هذه المبالغ لم تكن في سنغافورة وكوريا جنوبية ميليشيات تصول وتجول وتقتل وتخطف وتذهب بالناس إلى غياهب السجون ولديها سجون سرية وعلنية ولا أحد يستطيع التحكم بها ليس سهول أنك حكومة في كوريا الجنوبية وسنغافورة لا تستطيع أن تتحكم بكل أراضيها وفاقدة للسيادة والاستقلال هذه قضية أخرى لا تضحك على الناس أما يقول سينهار ونذهب إلى الفوضى سينهار النظام السياد والعراق في ماذا يعيش اليوم لا يعيش من عام 2003 لحد الآن بالفوضى ما أنت تحدثت أكثر من مرة تقول الفساد والخراب والدمار ماذا يعني هذا؟ أليس هو فوضى؟ أليس هو المربع الأول الذي تشكون منه؟ الغرض من كل هذه الحافظ تحافظ عن النظام السياسي تخافون عليه أن ينهار تنهار العملية السياسية فتذهبوا أنتم إلى مزابر التاريخ وتذهبوا إلى المحاكمات والسجون هذا ما تخافون منه ذلك وقفتم ضد ثورة تشريب وضد الشباب الذين خرجوا وقتلتم منهم أكثر من ألف شاب وجرحتهم أكثر من 30 ألف من الشباب وغيبتم عشراء مئات من الشباب وما زلتم تهددونهم بالميليشيات والقتل هذه الحقيقة الآن الحكومة لا تقدم خدمات وهذا هو معروف كل الدنيا حتى لو قدمت خدمات ستكون مكلفة عالية جدا جدا يعني سعر الكهرباء سيرتفع سعر الماء سيرتفع سعر البنزين سيرتفع كل الأسعار سترتفع كل ما يمكن كل البضائع سترتفع من يتحمل؟ البطالة التي أنتم تريدون أن تعالجوها سترتفع البطالة لأن كل المؤسسات الخاصة كل المصالح الخاصة كلها لديه ناس يعملون ستضطر إلى تخفيض عدد العاملين فيها لكي تواكب الحاجة هذه الأسعار بضائع حالاته باعكسات فبالتالي ستسرح موظفيه سيزداد عدد العاطلين على عامل سيزداد الضعف والضعفين عدد العاطلين على عامل من يتحمل هذا؟ يعني هذه إحدى الكوارث التي ستأتون بها على العراق الحقيقة واحدة من القضايا الكثيرة تحدثتم كثيرا عن الفساد ماذا فعلتم عن الفساد قبل أن تذهبوا إلى هذه كل الفساد تحدثوا عنه بالتالي جاءوا لنا بمدير عام التقاعد مدير التقاعد العامة قالوا هذا الفساد وكأنه هو الفساد كلها تصر به هذا الشخص يعني تحدث محافظة البنك المركزي يعني البنك المركزي البنك الدولي الذي أجبرهم ولماذا اضطررتم إلى البنك الدولي لماذا وأنتم كل هذه الأموال التي جاءت من المسؤول عن إهدار هذه الأموال من المسؤول عن إهدار الأموال وإفقار العراقيين وإفقار العراق ورهين إرادة العراق بيد الآخرين من المسؤول عن فتح أبواب العراق لكي يكون العراق مستهلكة وأن تكون أسواق متحكم بها دول مثل إيران وغيرها هذه الحقيقة هذه الكوارث الضرائب يريدون أن يرفعوها على المواطن يعني حتى الحلاق سيرفع سعر الحلاقة الناس ننتح لق رؤوسها بعد ذلك وصمونا ما حد يشتريها الرواتب ستخفض بشطب التخصيصات المخصصات من المتضور في الأول والأخير سيتضرر المواطن لكي تبقى العملية السياسية هذا الغرض الوحيد وهذا الذي قال عنه مصطفى الكاظمي قال النظام السياسي سينهار لم نفعل ذلك غايتهم حفظ النظام السياسي هذا النظام المتحالك الذي جاء للعراق بكل هذه الأمراض وكل هذه الخراب على أهل العراق أن يعرفوا أن الكارثة قد حلت وأن لا مناصة من مواجهة هذه الكارثة بكل قواه لا تتركوا الشباب لوحدهم كونوا موجة واحدة وزيعوا هذا كل الهم لأن يزاحة هذا الهم هو فيه خلاص العراق والعراقيين وخلاصكم جميعا أترككم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة